سعال هل أمو إلينا الضفوة عمو يزيد تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال في كل مرة نتكلموا عن أيام دولية وعالمية واليوم كان عيد عيد رو قريب ما يقالوش بزاف هو يوم عاش وراء يوم عاش وراء من بعد رحين تعرفوا أباكم يوم عاش وراء هو نسبة لليوم الذي تغلب فيه سيدنا موسى عليه السلام على فرعون ونجاهم الله من الموت بشق البحر وكامل معجزة شق البحر وعندي مفاجأة لكم من بعد وكذلك يوم 22 سبتمبر كاين اليوم العالمي بدون سيارة على باركم بالليل شافوا بالليل السيارات فيها تلوث كبير للعالم وشافوا بالليل هذك الازدحام وكامل كاين تلويت يعني يوم العالمي بدون سيارة باش يحسوا الناس باش يستعملوا المواصلات يعني اللي ترانسبرونكم ما وكامل والمواصلات العمومية وكذلك يوم 27 سبتمبر كاين اليوم العالمي للسياحة رجولنا الانترنسونال دي تغيز لانه السياحة مرتبطة بالثقافة بالمجتمع وكامل باش ينبينوا اهمية السياحة قبل اي شيء موالف نطرح عليكم اللغز شاطرين شاطرين بزافنا شوية شاطرين شاطرين بزاف وكاملوا اصدقائنا اللي يرام يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا الجواب عن اللغز عن طريق الانترنت عمويازيد.com بهذا الشكل اكتب عمويازيد.com اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي باليدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن يا أطفال أسرع جواب اللغ اللي راح يجاوب راح تكون عنده هدية يلا معنا على بلو بيشاطرين معلش قعدوا إلى غاية نهاية الحصة أنا رايح دركان اخترح عليكم رحوا نكتشفوا مدام قلنا بليوم عشراء هو نسبة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف اليهود يصوموا يوم عشراء قالهم نحن أولى بموسى عليه السلام إذن من تم اللي بدات المسلمين يحتفلوا بيوم عشراء نسبة لنجاة سيدنا موسى اللي نجاه ربي سبحانه وتعالى من فرعون بمعجزة تشق البحر إذن اليوم راح نعرفوا نتعرفوا على سيدنا موسى هذه اللي راح دينا نبدأ تاريخية إذن اتفضلي هذه اللي مرحبا بك مرحبا بك تسفيق عليها تسفيقها أتفضلي هذه البنتي أتفضلي أتفضلي السلام عليكم أحبائي أنتم حتما تنتظرون شخصية اليوم إنه سيدنا موسى عليه السلام ولد سيدنا موسى عليه السلام عام 1463 قبل الميلاد عندما حملت أمه به خافت أن يقتله فرعون فأخفت حملها ولما ولدت أوحى الله إليها إن تلقيه في التابوت وتلقيه في النهر فقامت بذلك فطاف في النار والتقطته زوجة فرعون وطلبت اتخاذه ولدا فأدخلته القصر وأسموه موسى مر موسى عليه السلام ذات يوم في طرق المدينة ليلا فوجد رجلين يقتتلان ولما رأى أحد الرجال موسى استغاث به ففي الشجار قتل موسى الفرعون بدون قصر شاه الخبر ووصل إلى قصر الفرعون وعندما سمع ذلك ارتعب وقرر الهرب لأن الخبر ذاع ووصل إلى فرعون غادر موسى البلد واتجه إلى بلاد شام تلقاء مدين وسال بلا ماء ولا زاد فكان يقتات بورق الأشجار وصل إلى مدين بعد رحلة طويلة رأى فتتين تسقيان الماء فسعدهما على السقي وعند عودتهما إلى الأب قصة عليه قصة الرجل الغريب الذي سقى لهما أعجب أبوهما الشيخ الكبير بالرجل فأمر إحدهما أن تعود إليه وتبلغه داوة أبيه ليجزيه على عمله دخل موسى على الشيخ الكبير فرحب به وعرض عليه الزوات من إحدى ابنتيه التي سقى لهما قبل موسى العرض ولبث عند حميه الشيخ في مدين عشر سنين تحرك قلب موسى عليه السلام أن يعود بأهله إلى مصر وعزم على المسير واستعد لذلك ما إن وصل موسى مطقة جبل طور إذ رأى نارا فلما آت موسى النار سمع نداءا فأوحى الله له وكلفه أن يحمل رسالة إلى الطاغ فرعون وآطاه الله الآيات لما أحس موسى بالخوف من فرعون طلب من ربي أن يرسل معه أخاه هارون ليكون له رداءا لأنه أفصح منه لسانا حمل موسى الرسالة ومعه الموجزات ودخل مصر وقابل فرعون مع أخيه هارون وكان من أمرهم المواجهة والحروب في قصة كبيرة انتهت بانتصال موسى عن طريقة موجزة انشقاق البحر إلى نصفين وغرق فرعون بعد محاولات إقناعه إلا أنه لم يقتنع وأراد الحر أخرج قومه من مصر أنجاهم الله من فرعون ثم ذهب وتلقى من ربي الألواحة وفيها الوصاية الإلهية شاخ موسى وتقدم في السن حتى بلغ مئة وعشرون عاما ثم أخبره بأن أيامه قد اقتربت من الاكتمال فجمع قومه وألقى عليهم خطبته الأخيرة ثم سعد منفردا بأمر إلهي إلى الجبل ومات على رأس الجبل في 1316 قبل الميلاد شكرا أصدقائي برافو 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 هاديل برافو هاديل إذن سيدنا موسى عليه السلام معروف بمعجزة انشقاق البحر وانتصاره على فرعون وانجاء قومه من فرعون إذن لهذا السبب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيام يوم عشوراء وأصبح يوم عشوراء هو يوم عيد للمسلمين بما أننا في يوم 22 سبتمبر احتفلنا باليوم العالمي بدون سيارة عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها يا سائق السيارة يا قي وين نتكلموا مع سائق السيارة ونقولوا له سوق بحذر سوق بحذر إذن يلا هتغنوا يكمل معي يا سائق السيارة يلا يا سائق السيارة أخود حذر كبير واحترم الإشارة أنا قفل صغير يا سائق السيارة أخود حذر كبير واحترم الإشارة أنا قفل صغير سوائق السيارة أخود حذر كبير واحترم الإشارة في طريق السيارة يا سيف السيارة اخوض حبل كبير واحترم الإشارة انا تفل صغير اتمهل لا تغفل تزرب مني تفل صغير خوض مني كلمة تعجب يا سيف لطي اتمهل لا تغفل تزرب مني تفل صغير خوض مني كلمة تعجب يا سيف لطي اتمهل لا تغفل تزرب مني تفل صغير خوض مني كلمة تعجب يا سيف لطي اتمهل لا تغفل تزرب مني تفل صغير خوض مني كلمة تعجب يا سيف لطي يا سيد السيارة أقول حذر تبير واحترم الإشارة أنا قفل صغير نتمنى تفهمت صوتي صاطفي الخير شحال بالعباد تودي ما صابوا تتبيق نتمنى تفهمت صوتي صاطفي الخير شحال بالعباد تودي ما صابوا تتبيق نتمنى تفهمت صوتي صاطفي الخير شحال بالعباد تودي ما صابوا تتبيق نتمنى تفهمت صوتي صاطفي في الخير شحال بالعباد تودي ما صابوا تتبيق يا سايف في السيارة وحبل كدين واحترم الإشارة في طريقة صيد اوه يا سايف ليك النادي لا تعملك الغير لا تفيد من دماء السيدي وما تعملك الغير اوه يا سايف ليك النادي لا تعملك الغير لا تفيد من دماء السيدي لا تعملك الغير اوه يا سايف ليك النادي لا تعملك الغير لا تفيد من دماء السيدي وما تعملك الغير اوه يا سايف ليك النادي لا تعملك الغير لا تفيد من دماء السيدي لا تعملك الغير يا سيد في السيارة وحقلي كبير واحترم الإشارة في طريق السيد في التأني والله تكسب الراحة والخير والخير مفروض وجر غلام الضمير في التأني والله تكسب الراحة والخير والخير مفروض وجر غلام الضمير في التأني والله تكسب الراحة والخير والخير مفروض وجر غلام الضمير في التأني والله تكسب الراحة والخير والخير مفروض وجر غلام الضمير يا سايف للسيارة أكون حذر كبير واحترم الإشارة في طريق السير بالخفة يلا إذا نزقوا كامل لعمو نوردين مرحبا بك عمو نوردين تفضل 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 جانا من مدينة التيارة عمو نوردين يلا نرحبو عمو نوردين تفضل تفضل مرحبا بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 عمو نوردين شكرا يا أطفال عمو نوردين بالمرات يدي الألعاب بالنار وكامل ولكن انتوما ما عندكم مش حاب انكم تلعبوا بالنار للكبار يا أخي كنت حاب تشاعلكش حاجة ولا دايما تطلب من الأم ولا من الأب ولا من الأخ الكبير ولا من أخت أنه يساعدك لا تلعبوش بالنار يا أخي يا أطفال لا يبارك لا يبارك لا يبارك لا تلعبوش بالنار يا أطفال عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية حبات البطاطا يلا كامل معي يا أطفال كما وعدكم مقبلة نحكي لكم حكاية حبات البطاطا واحد النهار المعلمة في القسم حبت تعطي الدرس للأطفال قاتلهم غدوة تجيبوا كامل ثلاثة ثلاثة حبات بطاطا معاكم ما تفهمون شو ما هذيك المعلمة معلش قاتلهم جيبوا البطاطا جابوا معهم ثلاثة حبات بطاطا وبعد قتلهم هذي ثلاثة حبات بطاطا لازم تأخذوهم في المحفظة ديالكم وتخلوهم دعوهم مع الأدوات وتخلوهم وكل مرة يقولوا بلك تقولنا نحوهم ولا خلاتهم يوم يومين ثلاثة اربعة بعد كالحقت سمانة بدأت هذا كل المحفظة بدأت تريح ريح دع البطاطا فزدة وهم بحضة قالوا لها استاذة واستاذة واستاذة بصرح المحفظة تعناية ريح قاتلهم شفتوه قاتلهم انتوما سمانة برك رفدتوا هذي الريحة هذي هذي الريحة واسمها الكراهية كيتشراها الإنسان يعني الإنسان كي يكون قلبه معمر بالحقد ومعمر بالكراهية شغل هذيك البطاطا الفزدة إذن قتلهم ما لازمش تكون قلبكم معمر بالكراهية ومعمر بالحقد والحزن لازم قلبكم تكون معمر بالحب أمو يازد أمو يازد نستنجوا مع حكاية اليوم أنه يجب أن نكون محبين لبعضينا وننسى الإساءة برافو 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 إذن شكرا تحية 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 البوبين إذن يا أطفال عالم مليء بالحب أحسن من عالم مليء بالكراهية لازم نحبوا بعضنا بعض باش نعيشوا في راحة وسلام يا أخي يلا معاكم برافو عجبتكم الحكاية يا أطفال إذن عالم مليء بالحب خير من عالم مليء بالكراهية باش نعيشوا في فرح وسلام يا أخي عباركم لحقنا واحد روكن نحبوا بزاف هو ركن بريد عمو يزيد هو الرسائل اللي تبعتهم لي نحبهم بزاف وانتما يا أطفال اللي حبيتوا ترسلوا عمو يزيد معلكم إذا ترحوا الموقع لأنترنت عمو يزيد.com وترسلونا عبر الزرار أراء وملاحظات بوبي أعطينا البريد تأصدقائنا اللي جاءنا اليوم رح نقرأ عليكم بعد الرسائل تأصدقاء شكرا 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 بوبي شكرا رح نقرأ الرسائل يا أطفال الرسالة الأولى نحب هذا الرسائل بزاف الرسالة الأولى من عند عثمان عبد الله 11 سنة من مدينة بسكرة بسكرة مدينة النخيل نحيوهم مدينة دقلتنور كذلك أو يقول لنا عبد الله هذا البرنامج رائع الرسالة الثانية مع عند عبد المجيد دايرة 12 سنة من مدينة وهران وهران البهية نحيوهم كامل قال لك الحصة جميلة وترفيهية وأنت أجمل 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 يا عبد المجيد مرحبا بك وليدي شيء جميل الرسالة الموالية من عند ماذي عبد الرحيم ثمن سنوات من مدينة تيسمسيلت الله يبارك مرحبا بكم ناستيسمسيلت أو يقول لكم السلام عليكم عمو يزيد بلغ سلامي لكل الأطفال أو يسلم عليكم عبد الرحيم ما دي ثمن سنوات ثم تنتسلوا عليه الله يبارك الله يبارك إذن الرسالة الأخرى تقول هذه بالقسمي أنايس عشر سنوات من الجزائر العاصمة قتلك عمو يزيد برافو وأريد المشاركة إذن يا أنايس عشر سنوات من الجزائر العاصمة بالقسمي مدامك شاركتي في الحضور حتما رايحين نعيطولك باشي تحضري معنا وتفرحي معنا ونحن تريد نفرحه بلقائك آخر رسالة في اليوم أختها ثاني إلينا بالقسمي تسع سنوات من العاصمة كذلك قتلك كانت ثاني الحصة هيلة وأريد المشاركة إذن رحين نستهدفكم للتنين إن شاء الله يا ربي مدام سجلتوا للحضور بوبي احتفظنا بهذا الرسائل الجميلة هذه ودركها لحقنا الركن النكت شكونا عنده نكتة جميلة جيحتيها لي تعالى 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 أو قعدها قالك واحد مرة واحد أستاذة قالت لم يستحم الرسم لقى حاجة جلست اليوم جلست على واحد رسم لها نقطة صغيرة قالت له وشنو قال طيارة في اسمه هاي بعيدة يعني شكونا عنده نكتة جميلة تعالى بنتي تعالى تعالى بنتي أروحي واسمك بنتي ياسمين ياسمين احكينا نكتفتعك بنتي وين تشكني في العفرون في العفرون خير الناس خير الناس تفضلي بنتي كان واحد أرجغيان تخلى للرستورو كان قدامه واحد ما يعرفش يقرأ ذلك الأرجغيان كان قدامه واحد فرنسي إذا رغل فرنسي كان يأكل في الجيج وبعد سغفق أطالوا الموني لذلك الأرجغيان قالوا بيلي اه حط يدو طاحت في العدس ازهروا اه طاحت في العدس وبعد طالوا العدس ومعد ذلك الأرجغيان هذك الفرنسي قال السيرفو قالوا انقر هذك الأرجغيان قالوا عن باله انقر ويالجاج ايه ومعد أرجغيان قالوا انقر زاد للعدس قالوا تسمى انقر ومعد ومعد بربون برابو برابو الحقنا دركاء الجواب عن اللغز اللغز قال تضربوا بلا سبب تطيروا بلا جناح وتسبب الغضب والفرحة ما هي تعالي تعالي بنتي روحي عودي يقولهم اسمك ياسمين ياسمين وش هو الجواب الحطب الحطب لا لا مشي الحطب تعالي تعالي بنتي واسمك ميليسا وش هو الجواب سحابة لا لا مشي سحابة شكو اللي عرفها تعالي قولهم اسمك البالون البالون قولهم اسمك رايان اسمك بالون واسمك رايان شحن في عمرك 8 سنوات 8 سنوات الله يبارك وشاطر هكذا في الدراسة تانية الله يبارك وش هو الجواب البالون البالون واسمه بالعربية الكرة الكرة برافو هو الكرة إذن تضرب بلا سبب وتطير بلا جناح وتسبب الغضب والفرح ما هي هي الكرة برافو أقعد أياد أقعد ولادي أقعد برافو أعطيه الهدية أعطيه الهدية تعالي إذن رايان الهدية فيها قبعة قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشيعة الشمس الضرة وعندك كذلك ثلاثة تعالي السيدي تعالي السيدي تعالي السيدي تعالي السيدي يزيد ليدرهم طيلة سنتين كل السيدي فيه 22 أغنية للأطفال إن شاء الله ستستفد بهم تفضل والدي شاطر 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 تفضل إنتم تانية أطفال إن شاء الله تكونوا صبتوا الجواب على بلكم اللي يفوز بالهدية شكون هو الأسرع أول واحد يجاوب راح نكلمه في الهاتف ونعطهو الهديتاء الجميلة اليوم عيد ميلاد رسيم تعالي أوليدي 12 سنة 12 سنة تعالي تعالي أروح أروح إذن مبرك عليك أوليدي أنا مع أصدقائي راح نغنوا عيد ميلادك أحلى عيد الرسيم وأصدقائنا يروحوا يجيبوننا القطوة على الرسيم يلا الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من القربي في نتمنى صحة وسعادة وهنا شاء الله يرغب يميلاد سنة وتعيش أيامها أخرى شاء يا ربي يميلاد سنة وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير فالونا بسهل مراح غني مفرح والعش أحلى الأوقات بسهل نغرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنتا زيبناها ليلى حلوة يا محلاها بسمك أنتا زيبناها ليلى حلوة يا محلاها بابا ما يدولوه وصحابه ويبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل برابو إذا نرسيم تناش حداش كامل عشرة تسعة ثمية سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة زوش واحد طفي الشمعاء طفي 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 قرم طفها لك إياد برابو 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 إذا مبروك عليك مبروك عليك عطيلي الشهادة تعو عطيلي الشهادة تعو إذا يا أطفال كامل كامل عندكم شهادة في إنجاح تصوير حسة ما عمو يزيد كي تخرجوا منك كل واحد ياخد شهادة باسمه تاخدوها ذكرى ذكرى حنا نفتخروا أنكم جيتوا لهنا يا صورتم معنا هذه الحسة تبقى لكم كذكرى راسموا تفضلوا ليدي وبما أنك جمعت خمس قاسمات من علب حالي برامي ورسلتهم على عنوان صندوق باري 42 ألف استوالي العاصمة راعي البرنامج راح يهديلك هذه الدراجة هذه الدراجة إن شاء الله تستفاد بها إذن وانتم ما معلكم إلا ترسلونا بخمس قاسمات من علب حالي برامي باش تجوا تحتفلوا مع أياد ميلادكم هنا أنا ما بقليل لنقولكم بقوة الخير استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام حبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزين